بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سنبدأ اليوم أول درس من درس التربية الفنية بفصل الدراسي الثالث سنبدأ بتشكيل الشرائح المعدنية عن طريق الثاني والربط في نهاية درسنا لهذا اليوم يتوقع من الطالب أو الطالبة أن يوضح كيفية الاستفادة من المعادن في الأعمال الفنية أن يبين تاريخ المعادن وتطور استخداماته يتذكر أو يذكر خصائص المعادن يعدد أساليب الوصل المعدني يوضح ما هو الوصل المعدني في الشكل الذي أمامنا في الصورة يترى مما صنع هذا المجسم أمام شكل جمالي موضوع في أحد الميادين أو في الشوارع يترى مما صنع أو ما هي الخامة التي صنع منها هذا المجسم صنع من المعدن المعادن تتحول إلى فن بداية دخلت المعادن في كثير من الصناعات التزيينية كالتحف بأنواعها والكماليات النفعية ذات الطابع الجمالي تستخدم كخامة من خامات التشكيل وأصبح التشكيل بالمعادن ذو مجال واسع لو نظرنا إلى الأشياء الموجودة حولنا في المنزل في المدرسة في الشوارع سنجد المعدن حولنا في كل مكان سنجد الأشياء النفعية الأشياء الجمالية النفعية مثل مثلا السيارات الدراجات لوحات الإعلان في الغالب حدودها أو حوابها تقوم من المعدن في الأشياء النفعية الموجودة عندي في المنزل أواني الطهي أحيانا الكراسي إلى آخره من الأشياء سأجد المعدن خامة أساسية موجودة عندي مستخدمة في حياتنا اليومية خاصة الشرائح المعدنية والأسلاك أين أجد هذه الشرائح المعدنية والأسلاك؟ سأجدها في الأسلاك الكهربائية في الموصلات الكهربائية في الشواحن والوصلات سأجد داخلها هذه الأسلاك المعدنية أيضا اتجه الفنانون إلى تطويع خردة الحديد والألمونيوم والصفيح وتجميعها لتنفيذ أعمال جمالية كما ظهرت أعمال من مختلف أنواع المعادن كمجسمات جمالية في الميادين العامة وعلى الشواطئ ومداخل المدن مثل لنرى معا الصور التي أمامنا هذه مجسمات موجودة المجسم الأول موجود في مدينة جدة وأيضا المجسم الثاني موجود في مدينة جدة اعتمدت من الدرجة الأولى على خامة المعدن خردة المعادن والمقصود بالخردة الأشياء القديمة المستخدمة يقوم الفنان بإعادة استخدامها وتوظيفها بشكل جمالي يترى ما هو تاريخ المعدن وكيف يتم استخراجه؟ دعونا نتعرف معا على تاريخ هذه المعادن كانت المعادن من بين المواد الأولى التي اكتشفها الإنسان البدائي وقام باستخدامها حيث تعتبر حرفة استخراج المعادن من أقدم الحرف التي عرفها ومارسها حتى أن بعض العصور البدائية سمي باسم حرفة المعادن التي زولوها مثل عندي العصر الحديدي العصر البرونزي اشتهر هذا المعدن وتم استخراجه بكثرة فعرف هذا الوقت أو هذا العصر باسم المعدن الذي كثرة استخراجه في هذه الفترة أو في تلك الفترة لأن الإنسان تمكن فيه من الانتقال درجة في سلم الحضارة حيث ترك استخدام الأحجار واستطاع استخدام المعادن بداية كان الإنسان الحجري استخدم الحجر في الأواني في حياته اليومية وعند اكتشاف المعادن وطريقة استخدامها بدأ يرتقي في سلم الحضارة وبدأت التطور الإنساني إلى أن وصلنا إلى النهضة التي نعيشها اليوم استطاع أيضا استخدام المعادن بطرق مختلفة منها طريقة الطرق على ألواح رقيقة من المعدن ثم استخدم طريقة الصب والكبس في شكل معين معنى الطرق أي الضرب حتى نقوم بتليين قطعة المعدن صبها تذويبها وإعادة سكبها في أواني خاصة للحصول على الأشكال مثل أواني الطهي وإلى آخره بداية عرف المصريين القدماء طرق استخلاص المعادن وتشكيلها بالطرق وعرفوا كذلك أساليب صبها وطوعوه في صناعة المعدات والأسلحة والأثاث وأدوات الاستخدام اليومي في هذه الصورة نجد كيف أن الفنان المصري قام بتسخين المعادن وتذويبها ليحصل على سلوب الصب يقوم بصهر المعدن وتذويبه ثم إعادة صبه في القوالب ليخرج الشكل المعادن إما أسلحة أو أواني أو استخدام حياته اليومية أيضا الفنان المسلم أبدع في استخدام المعادن نجد في معادن النحاس والبرونز والفضة قاموا بطرقها وتشكيلها بمهارة ودقة حتى بلغت تلك الصنعة مبلغا كبيرا من الإتقان والجمال ظهر ذلك واضحا في التحف والأواني عندي مفتاح باب الكعبة علبة من النحاس مبخرة نحاسية إذن حتى في التفاصيل اليومية أدوات الزينة العادية المحبرة نجد باب الصور لو بحثنا قيمة الصور عن إبداع الفنان المسلم في استخدام المعادن نجد أنه أبدع في توظيف ما تعلمه من فن في إخراج القطع المعدنية معلومة إثرائية تولي المملكة العربية السعودية جل اهتمامها وعنايتها بالحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة بالمسجد الحرام بجميع التفاصيل ومن ضمنها صناعة باب جديد للكعبة المشرفة في عام 1363 هجري 1944 ميلادي بدلا من الباب القديم ثم مرة أخرى في عهد الملك خالد بن عبد العزيز رحمه الله تم صنع باب جديد للكعبة وقد برزت الفكرة عندما لاحظ الملك خالد رحمه الله عام 1397 هجري قدم الباب عندما صلى في جوف الكعبة ورأى آثار خدوش في الباب فأصدر توجيهاته فورا بصنع باب جديد للكعبة المشرفة وباب التوبة من الذهب الخالص وهو باب السلم الذي يصعد به إلى سطح الكعبة المشرفة واستغرق العمل منذ بدء العمل التنفيذي فيه في غرة بالحجة عام 1398 هجري 12 شهرا وقد أقيمت ورشة خاصة لصناعته إذن خلاصة هذه المعلومة الإثرائية أن الملك خالد رحمه الله عندما قام بالصلاة في داخل جوف الكعبة وجد أن الباب قد قدم وبلي وظهرت الخدوش والتصدعات فيه فأمر ببناء باب جديد مما صنع هذا الباب استخدم فيه المعادن وثم صب المعادن استغرق تنفيذ هذا العمل 12 شهرا ماذا نعرف عن المعادن؟ كان الإلمام بخصائص المعادن والسيطرة على مواردها من العوامل الرئيسية التي حددت مجرى التاريخ وأثرت فيه كيف ذلك؟ كيف استطاع الإنسان استخراج المعادن؟ نعرف اليوم أن المعادن مهمة منها ما يدخل في البناء مثل الحديد منها ما هو ذقيمة عالية مثل الذهب والفضة كلها كيف استطاع الإنسان الوصول أو استخراجها من الأرض؟ سنجد أن هذا المعدن عبارة عن مادة طبيعية ذات تركيب كيميائي وبلوري مميز أو متغير يتحكم في كثير من الصفات الطبيعية للمعدن مثل الصلابة واللون والوزن وغيره حيث استواجد المعادن متداخلة مع معادن أخرى أو على هيئة صخور إذن أين نجد هذا المعدن؟ نجده في الصخور في الطبيعة؟ موجود في الصخور قد يكون في الصخرة الواحدة فيها ممكن أكثر من نوع من المعادن يتم استخلاصها واستخراج هذا المعدن ويتكون الصخر غالبا من تجمعات حبيبات المعادن وتختلف المعادن في مظهرها والملمسها فبعضها ذو أسطح خشنة وبعضها ذو أسطح ناعمة وبعضها لها سطوح لامعة وأخرى معتمة وهناك الصلبة واللينة لو نظرنا إلى الصخور الموجودة في الصورة نجد أشكالها متنوعة ومتعددة كما ذكرنا منها الخشن منها الناعم منها اللامع منها المعتم كلها متنوعة موجودة في الطبيعة فقط الإنسان يقوم بالبحث عنها ثم طريقة استخراجها لها أساليب متنوعة ومتعددة حتى يحصل على المعدن الخام النقي وتعتبر سبائك المعدن مادة أساسية في الصناعات الخفيفة والثقيلة كصناعة الآلات والأدوات والأجهزة والمحركات ومنها ما يدخل في الصناعات العديدة كالأدوات والتحف المنزلية بأنواعها أيضا عندي الطائرات تصنع من المعادن وسائل النقل كافة القطارات، السيارات، الدراجات في الحياة اليومية لو تأمن كما ذكرت المنزل سأجد الأواني، التحف كلها صنعت من المعادن زينة النساء أيضا من المعادن فأجد أن المعدن متضنغل في حياتنا موجود بكثرة أينما توجهنا سنجد هذه المعادن باختلافها وتنوعها يعنيني أنا في مدى التربية الفنية طريقة الوصل المعدني ما هو الوصل المعدني؟ تجميع جزئين أو أكثر من المعادن أو الشرائح المعدنية بعضها البعض دون لحام عن طريق وصل الأجزاء الصغيرة أو البسيطة للحصول على منتجات كبيرة كيف؟ عندي قطعة معدنية وقطعة معدنية أخرى مثلا سوف أقوم بالربط بين هذه المعادن دون اللجوء إلى التلحيم أو استخدام آلة اللحام ماذا أفعل؟ هنا سنتعرف في هذه الجزئية على طريقة الربط بين القطع المعدنية عن طريق الوصل المعدني إذن الوصل المعدني هو الربط بين المعادن بطريقة أو بعدة طرق سنتناولها في درسنا اليوم وبذلك يمكن تشكيل عديد منتجات للأشكال الخاصة ومتنوعة عندي في الصور المعروضة أمامي سيارة تم تجميع القطع المعدنية ودمجها لأحصل عليها من بقايا العلب أيضا عندي طائر أو طائر من الصفائح المعدنية وطريقة التجميع بطريقة الوصل المعدني أبسط صورة أو أبسط أسلوب من أسليب الوصل المعدني استخدام الصمغ هذا أحد أبسط الأشكال أني أقوم باستخدام الصمغ للربط بين القطع المعدنية مثل الموجود عندي في الصورة عندي بعض المعادن الخاصة أو بعض أنواع الصمغ الخاصة للسق المعادن أيضا هناك عدة أساليب عندي الشرائح المتداخلة المتشابكة أن أقوم بقص مثلا بعض الزوائد بأشكال المستطيلات والشكل الثاني بشكل مغير لها بحيث أقوم بإدخال الأجزاء مع بعضها وثنيها معا بشكل تقريبي مثل السحاب في المنابس يكون هذا الشكل في المعادن أقوم بإجادة الأشكال المسننة وإدخالها معا لأحصل على طريقة ربط الشرائح المضوطة الشرائح المثنية المضوطة من اسمها أقوم بضغط المعدن معا ليلتحم الجزئين بدون اللجوء لآلة اللحاء المثنية أقوم بثنيها ثني القطعتين معا للحصول على ثنية دائرية في طرف الشكل الشرائح الموصلة بواسطة إما شرائح رقيقة عندي شريحة معدنية وأقوم بإضافة شريحة أخرى بإيجاد شرائط نحاسية أو شرائط معدنية عفوا رقيقة كأني أقوم بخياطة وحياكة الشكلين معا الأسلوب الثاني استخدام الأسلاك المعدنية الأسلاك المعدنية موجودة بكثرة أجدها في المكاتب أيضا موجودة في المنزل أستطيع الرابط بين الشرائح المعدنية والأشكال المعدنية عن طريق الأسلاك كأنها الإبر والخيط في الملابس حلقات المعدنية موجودة عندي المشابك في الملابس أو الحلقات في ميداليات المفاتيح أستطيع استخدامها وتوظيفها في الأشكال المعدنية إذن طرق الوصل إما أقوم بتسنين الأشكال ودمجها معاً أو طريقة الثاني وعندي أيضاً أستطيع الدمج بالأسلاك المعدنية عندي الدمج بالشرائق المعدنية أيضاً الأشياء الموجودة عندي في المنزل مثل الميداليات المشابك في المنابس وأبسط صورة في الوصل المعدني كما ذكرت الصمغ الخاص بالمعادل قبل أن نختم درسنا عزائي الطلاب نريد أن نسترجع أهم نقطة في درسنا تعنيني التي سوف نستكملها في الدرس القادم طريقة الوصل المعدني كيف أقوم الدمج بين قطع المعادل كما ذكرت إما بالصمغ أبسط صورة أو الشرائق المعدنية الأسلاك المعدنية الأشياء المتواجدة الحلقات المعدنية المشابك كلها أستطيع استخدامها بدون الهجوء لأداة اللحم إلى هنا أعزائي الطلاب نصل لنهاية درسنا شكراً لكم ونلقاكم بإذن الله في استكمال بقية درسنا في الحصة القادمة